أهلا بكم إلى الرياضة وعلى متن الخطوط الجوية الكويتية وصل المنتخب البلجيكي بكامل نجومه إلى البلاد في محطته قبل الأخيرة للمشاركة بكأس العالم في قطر حيث سيخوض المنتخب البلجيكي مباراة ودية دولية أخيرة مع منتخب مصر يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري على استاذ جابر الأحمد الدولي إلى التفاصيل بكامل نجومه وعلى متن الخطوط الجوية الكويتية النقل الرسمي لهذه المباراة الودية ما بين المنتخبين البلجيكي والمصري حيث تمثل هذه المواجهة بروفا تناخيرة للمنتخب البلجيكي المرشح بقوة المنافسة على لقب كأس العالم في قطر وصل المنتخب البلجيكي لأرض الوطن حيث سيخوض مباراة دولية ودية مع المنتخب المصري الشقيق في يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري وعلى استاذ جابر الأحمد الدولية طبعا الكليا يجري أن منتخب البلجيكي مصنف ثاني عالميا ويملك نجوم كبار يلعبون في الدوري الأوروبي والجماهير منتظر هذا اللغاء بحرب الجمهور خاصة هذه أول مرة النجوم هذا اللي يزورون دولة الكويت مثل ما تفضلت قبل يومين وصل المنتخب المصري الشقيق لملاقات المنتخب البلجيكي وكذلك أمس سعدنا بوصول فقر العرب بالنجم كابتن كبير محمد صلاح فالجماعة الحدث هذا بالكويت الكل اللي ينتظره أعتقد بوصول بعد منتخب البلجيكا بعد النجوم الليلة فأتوقع راح يكون ضغط كبير على السايت لحجز التذاكر فأنا أقول للإخوان بادروا ويمكن بعضهم كانوا يقولون أن التذاكر ممكن تكون غالية شوي يعني أسوة من الدول الخليج أعتقد يعني ومثل ما قلت لك نحن كنا نروح أوروبا نحضر ندفع آلاف عشان نشوفها النجوم فالحين أعتقد ما هي يلا تدفع 40-50 دينار تستمتع في مشاهدة هذه النجوم لأن هذه ما راح تكرروا مرة ثانية يعني على دبروين ولا لوكاكو ولا كورتوا ولا محمد صلاح أعتقد راح يكون هذه يعني تدريب بعد الكل اللاعب وعندهم عمر تفراضي والله اليوم ساعة المباركة كخطوجة الكويتية تكون ناقل الرسمي بحدث مثل هذا اليوم استقبلنا المنتخب البلجيكي مع المنتخب المصري أمس ونحن دائما نريد أن نوصل المعلومة للراكب أي شيء فيه رفاهية فكروا في الكويتية أسماء عالمية كروية تقود كبرى الأندية الأوروبية يحملها المنتخب البلجيكي أمثال لوكاكو والديبراين وكورتوا وهازارد ورفاقهم اللاعبين المرشحين كمنتخب منافس بقوة على لقب كأس العالم قطير 22 المنتخب البلجيكي سيأخوض وديته الأخيرة أمام الفراعنة وبقيادة فخر العرب محمد صلاح وسط ترقب جماهيري كبير لمشاهدة هذه المواجهات التاريخية والاستمتاع بنجوم من الطراز العالي في عالم كرة القدم رادي الشمري لتلفزيون دولة الكوايد ترجمة نانسي قنقر